ونعود للسيد طارق شندب أهلا بك سيد طارق الخارجية اللبنانية تقول إن العودة إلى سوريا ستكون عبر دفعات وستتواصل هذه الدفعات هل هناك اتفاق بهذا الخصوص لم يعلن عنه؟ لابد أن نؤكد أن الخارجية اللبنانية سبق وأن أكدت وأعلنت أنها أرسلت حوالي 3 ألاف اسم لاجئ سوري في لبنان إلى الخارجية السورية وقد تمت المواقف فقط سابقة وعلى 300 سنة نعرف أن هناك ضغوطات تمارس على الخارجية اللبنانية من قبل ميليشيا حزب الله ومن قبل النظام السوري لإرغام اللاجئين السوريين بعضهم على العودة هذا ما صرح به مسؤولو المنظمات الحقية في الأمم ومسؤولين التابعين للأمم المتحدة لأن هذه العودة لا تتم وفق الشروط القانونية الدولية وليس هناك أي حماية لهؤلاء اللاجئين سمعنا ونسمع عن أخبار موسقة عن عمليات إجبار لبعض هؤلاء اللاجئين بالعودة بالتنفيق مع بعض الأجهزة الأمنية للأسف هذا الأمر مسؤول عنه الدولة أخلاقيا وقانونيا وبذلك لا أعتقد أن هناك تنفيق بل هناك أمر عمليات نعم السيد طارق رأينا مؤخرا وسائل إعلام اللبنانية تروج لأن النازحين السوريين يريدون الرجوع إلى سوريا برغبتهم الكاملة ما مدى صحة هذه الأخبار؟ يعني لا أعرف إذا كان هذا الخبر الذي يروج له هو خبر ملفق فقط أو مفبرك ولكن خبر فاضح التي بر أن هؤلاء اللاجئين الذين خرجوا من ديارهم بفعل إرهاب النظام السوري بفعل إرهاب ميليشيا حزب الله الإرهابية التي ما زالت حتى هذه اللحظة تحتل قرىهم وبلداتهم وتستعملهم تلكاتهم وتزرع الأرغام في أرضهم وتعتقلوا رجالهم لا أعرف إذا كانت هذه الميليشيا الإرهابية المسمات ميليشيا حزب الله قد انسحبت من تلك المناطق للأسف ما زالت تلك الميليشيا موجودة في تلك المناطق لم تتوفر الشروط الآمنة لعودة اللاجئين لم تزل حتى هذه اللحظة ميليشيا حزب الله تقتل السوريين في درعة وغير درعة في الغفار وغير الغفار وهي محتلة لجزء كبير من البلدات والكرة كما ذكرنا لا يزال الكثير من اللاجئين السوريين محتجزين في لبنان لدى ميليشيا حزب الله خارج سيد طارق هناك شيء أريد أن أفهمه منك لماذا يرسل الأمن اللبناني لقوات النظام ولأمن النظام قوائم بأسماء النازحين الذين يودون الرجوع إلى سوريا يرسل له الأسماء التي يسمحون لها بالعودة فقط أما الذين لا يسمحون لهم بالعودة حسب ما يتقول وسائل لا مقربة من السلطات هؤلاء لا يسمح لهم باعتبارهم أنهم مطلوبين للنظام السوري إما للتجنيد أو لغير ذلك يحاول النظام السوري بوضوح هو والنظام اللبناني إعطاء إشارة للمجتمع الدولي والدول الأوروبية بالذات أنهم يعيدون اللاجئين السوريين وذلك لإعطاء شيء من الشرعية المفقودة لنظام بشار الأسد ولتستفيد الحكومة اللبنانية في بعض المساعدات من الدول الأوروبية في بعض المواقف السياسية الأمر على الأرض الغواكة غير ذلك ما اكترف الجرم الإرهابي بغتل السوريين هي ميليشيا حزب الله الإرهابية التي هجرتهم وليت تحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية ما تزال حتى هجل اللحظة هي من موجودة ضمن الأراضي السورية حتى يعود السوريين اللاجئين هو بخروج تلك الميليشيا من تلك الأراضي وبإسقاط ما تبقى من إرهاب يلاحق هؤلاء اللاجئين نعم أشكرك المحامي الدولي كنت معي من أنقراء السيد طارق شندب شكرا جزيلا لك